بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من الآداب الإسلامية وسنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن آداب الزكاة والصدقات مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن فريضة الزكاة من أركان الإسلام ومبانيه العظام وهذا ما نص عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بالخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ففريضة الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام والزكاة هي حق واجب في مال مخصوص على طائفة مخصوصة في وقت مخصوص فمن هنا يتبين أن فريضة الزكاة تعتبر عبادة مالية عبادة مالية محظة تأخذ من أموال الأغنياء وترد على أموال الفقراء وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه وتوجيهاته للصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيحين أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل وليس مصعب بن عمير معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله لله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فانظروا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الأهم فالمهم فالأهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى ثم يأتي بعد ذلك فريضة الصلاة ثم بعد ذلك فريضة الزكاة فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية وقد قرن الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة مع فريضة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد الشهادتين في آيات كثيرة وقد ذكر بعض أهل أنها أكثر من ثمانين موضع في القرآن الكريم قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة مع الصلاة فالزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن الكريم لذلك نجد كثير من الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا زكاة إن الذين قاموا الصلاة وآتوا الزكاة الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة وقد ذكر بعض أهل العلم أنها أكثر من ثمانين موضع والله سبحانه وتعالى نص على أن أهل الزكاة وأهل الصدقات الثمانية وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى صراحة في كتابه الكريم في صورة التوبة آية 60 قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة الذي يجوز أن تدفع لهم الزكاة وكذلك الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالزكاة عبادة مالية وهي عبادة يسيرة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وقد تساهل كثير من الناس في هذا الزمن وللأسف الشديد في دفع الزكاة وكذلك دفع الصدقات عدنا إليكم بعد الفاصل إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات من خلال برنامجكم من الآداب الإسلامية وقد ذكرنا قبل الفاصل أهمية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام وببانيه العظام كذلك ذكرنا أنها عبادة مالية وأن هناك أصناف ثمانية هم من تجوز دفع الزكاة لهم وللزكاة والصدقات آداب ينبغي على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة التحل بها حال أدائه لهذه العبادة المالية العظيمة وهي الزكاة وهذه العبادة المستحبة وهي الصدقات فمن تلكم الآداب إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى فهذه عبادة والعبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقق شرطين اثنين ألا وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك متابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بضد الإخلاص وهو الرياء هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الشرك الأسقر كذلك من الآداب التي ينبغي التحل بها حال دفعه للزكاة وكذلك الصدقات أن يكون ذلك بغير من ولا أذى وهذا ما حذر منه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه في كتابه الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فأنت تدفع هذا المال سواء كان فريضة كالزكاة أو نافلة كالصدقات لله سبحانه وتعالى لا تريد بذلك جزاء ولا شكور ولا يكون ذلك من منك أن تكون منان فالله سبحانه وتعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا يكون ذلك من وإذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكم ولا هم عذاب عنهم وذكر منهم المنان فلا شك أن المنان حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الآداب التي ينبغي فعلها وخصوصا في باب الصدقات إخفاء الصدقات لأن الله سبحانه وتعالى يحب إخفاء الصدقات وكذلك حث على ذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقاراء فهو خير لكم فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا بعس بإبداء الصدقات ولكن إخفاءها خير من إبدائها وإعلانها والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم من هو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فانظروا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من السبع الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن في إخفاء الصدقة هو أقرب للإخلاص لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الرياء لأن كثير من الناس عندما يتصدق أمام الناس قد يدخله شيء من الرياء وشيء من الغرور وشيء من العظمة ففي إخفائها هو أقرب للإخلاص وكذلك أبعد عن الرياء إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة فهناك حالات من المصلحة إبداء هذه الصدقات إن كان يترتب على ذلك الاقتداء بك فإذا أمنت فتنة الرياء والغرور وكذلك ترتب على ذلك مصلحة وهو اقتداء الناس بك لا شك أن هذا أمر عظيم وهذا ما ذكره نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجل تصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتتابع على ذلك كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته